مجزة ثالثة من التلفزيون المصرية أهلا بكم وكل عام وحضراتكم بخيرا يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجامرات في ثاني أيام التشريق وثالث أيام عيد الأطحى المبارك مستبشرين شاكرين الله تعالى على ما أنعم به عليهم من أداء مناسك الحجة وشهدت حركة حيوف الرحمن سيابية في التنقل كما اتسمت حركة الحجيق نحو جسر الجامرات والساحات المحيطة به بالتدفق المتدرج والآمن على دفعات أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل نجح حج هذا العام على كافة الأصعادة الأمنية والخدمية والصحية وأكد الفيصل عدم تسكيل حوادث أو أمراض وبائية بين ديوف الرحمن وأشار أمير منطقة مكة إلا أن الحكومة المملكة وفرت كل الإمكانات المادية والمشاريع التطويرية والكوادر البشرية لخدمة الحجيق وتهيئة كافة السبول ليؤدوا مناسكهم في طمأنينة ويسرى نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا يصلت الضوء على انخفاض معدل التدخم العام للمرة الأولى منذ ستة أشهر على الرغم من استمرار تدعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وأشار التقرير إلى أن تراجع أسعار الفاكهة والخضروات دفع معدل التدخم العام للتراجع خلال يونيو 2022 كما كشف التقرير عن تحقيق التدخم العام للحضر على أساس شهري معدلا سالبا للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021 حيث سجل سالب 1 من 10% في يونيو 2022 مقارنة بتسجيده 1 من 10% مايو 2022 و3 من 10% أبريل 2022 وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمية وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 335 قضية تمونية بمضبوطات بلغت قرابة 24 طن مواد غذائية ففي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 19 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيدة من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط 5 أطنان أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 503 قضايا من بينها 59 قضية خبز ناقص الوزنة و49 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب منظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 6 قضايا بمضبوطات بلغت أكثر من 30 طن أقماح محلية قال المتحدث باسم الجيش الأوكراني إن روسيا تستعد لتكثيف عمليتها القتالية في اتجاهي كراماتوريسك وبخموت وأضف المتحدث أن هناك مؤشرات على أن وحدات روسية تستعد لتكثيف العمليات القتالية في منطقة دانسك لكنه لفت إلى أن الجيش الأوكراني نجح في صد التقدم الروسي في منطقة سومي أوبلاست انتهى موجز الأنباء شكرا لكم وإلى لقاء